تستضيف مملكة البحرين ورشة العمل شبه الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لإقليم الشرق الأوسط والتي تناقش أثر منهجية تقييم الخدمات البيطارية في دعم مفهوم الشركات بين القطاعين العام والخاص وذلك في الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري وحول هذا الموضوع أكد سعدة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية هذه الورش في تعزيز التواصل والتعاون بين مملكة البحرين والمنظمة لخدمة البرامج والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتعزيز مردودها مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد مملكة البحرين ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة للمشاركة الفعالة في دعم برامج وأنشطة المكتب الإقليمي وأضاف سعدته أن الورشة تهدف كذلك إلى تعزيز المعرفة اللازمة لتنفيذ وتقييم مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال البيطري وتنمية التفاهم والتقدير والثقة المتبادلة لدى المشاركين في تقديم الخدمات البيطرية واكتساب وصقل القدرات اللازمة للعمل بنهج نظامي لتعريف وتصنيف الشركاء وأصحاب المصلحة في المجال البيطري بكافة أنواعهم وفئاتهم المختلفة وكذلك تعزيز قدرات الخدمات البيطرية الوطنية بالدول الأعضاء من خلال نشر وتطبيق أفضل ممارسات تطوير الشراكات المؤثرة والمستدامة